اشتركوا في القناة الذي لاقى اقبالا كبيرا ومن الهاشتغات الاحتفالية ايضا العيد في الامارات غير اقترح خلاله المغاردون صورا لاجمل الوجهات والمناطق الترفيهية والعائلية المميزة التي يمكن زيارتها خلال اجازة العيد وتداول اخبار مراكز التسوق التي ستفتح ابوابها للزوار على مدار الساعة خلال اول وثاني ايام العيد كما رحب المغاردون الاماراتيون بكل من قرر قضاء اجازة العيد في الامارات نقول لكل ضيوفنا ادار داركم وعبر تويتر ايضا شغلت قضية اختطاف الطالبة ابنة الخمسة عشر عاما المغاردين السعوديين الذين تفاعلوا مع القضية بشكل كبير وانشأوا لها عدة هاشتاغات في محاولة لمساعدة اهلها في العثور عليها عبر الادلاء باي معلومات والتواصل معهم وذلك بعد نشر اخبار امس عن اختطاف الفتاة بعد لحظات فقط من مغادرة جميع الطالبات مقر المدرسة وما زال الحديث حول نفورة الملك عبدالله يشغل المغاردين السعوديين لا سيما بعد الهجوم الذي تعرضت له عبر هاشتاغ سابق بدعوة انها تعمل على انغام الموسيقى اتداول المغاردون اليوم خبر اغلاقها بعد ان تعرضت للتلف بسبب عبث الاطفال بها عبر هاشتاغ ايقاف نفورة الملك عبدالله الذين عبروا من خلاله عن غضب واستنكار شديد لما تعرضت له وخاصة انها صممت لتكون من اكبر النوافير حول العالم ومن النافورة الى زواج السعوديين الكاتبين والناشطين المثيرين للجدل وائل قاسم وسعاد الشمري المعروفين بمواقفهما الليبرالية ومنها حقوق المرأة والحملة من اجل حقها في القيادة وغيرها وهو الزواج الذي تناوله بعض المغاردين بسوء فانشأوا هاشتاغ زواج وائل القاسم من سعاد الشمري هاجموا في الزواج بلغة زاخرة واحيانا كثيرة سوقية لكن كان هناك من دافع عنهما وعن زواجهما عبر الهاشتاغ نفسه وقد رد القاسم عبر صفحته قائلا تابعت بعض الاساءات في هذا الوسم العجيب لا تقلق علي والبحر لا يضره ان يشتمه من غرق فيه الى ذلك ومن الاخبار التي احدثت صدا جميلا عبر تويتر السعودية خبر تسلم اول امرأة سعودية رخصة مزاولة مهنة المحامة تاني اوى اشادة بالخطوة الجديدة وباجتهاد الفتيات الاربع التي حققنا انجازا جديدا يضاف للمرأة السعودية عبر اشتاغ بعنوان بيان زهران اي اول محامية سعودية اشتركوا في القناة